السلام عليكم أعزائي الطلبة هنتكلم على النهايات لتكون الدالة fxy الدالة في المتغيرين معرفة داخل منطقة دائرية مركزها a وال b باستثناء أن تكون الدالة معرفة عند a وال b يقال أن هذه الدالة لها نهاية إذا كان limit fxy لما x وال y تقول إلى a وال b إلا تمثل نهاية الدالة أو بمفهوم آخر بمفهوم y وال delta إذا كان لكل y أكبر من الصف يوجد delta أكبر من الصف بحيث يكون أو بحيث عنا الجازة التربيع x a كل تربيع زائد و ينقص بكل تربيع أقل من delta وأكبر من الصف فإن المقياس fxy ناصر l أقل من y بعض القواعد العامة للنهايات لتكون كل من fxy و gfxy دولف متغيرين فإن نهاية مجموعة دلتين يساوي مجموعة النهايتين نهاية حاصل الضرب يساوي حاصل ضرب النهايات نهاية القسمة يساوي قسمة النهايات بحيث أن نهاية المقاملات يساوي الصف نهاية الجزر النوني للدلع fxy يساوي الجزر النوني للنهاية بحيث أن لإن والحاية حيث لإيجاد نهاية الدلع fxy عند النقطة e e حالة الاولى اذا كان الناتج يساوي عدد معروف محدد هذا العدد يسمى نهاية الدالة نحن نلاحظ بالتعاود المباشر نجد النهاية موجودة الحالة الثانية اذا كان الناتج عدد غير معروف موجودة الحالة الثالثة اذا كان الناتج يساوي كمية غير محددة او غير معينة مثل هذه الكميات في هذه الحالة لا نستطيع ان نحكم ان هذه الدالة لها نهاية او ليس لها نهاية الا بعد اجراء بعض الخطوات الاضافية هنشوف نساعد هنا نهاية هنا صفر على صفر صفر على صفر صفر على صفر في كل هذه الامثلة الناتج كمية غير محددة من هذه الاجراءات الاضافية التحليل ناخد مثال اوجد النهايات الآتية هنا نهاية الدالة دي بتعوده مباشر طلع صفر على صفر ولكن بالتحليل هذا الحد يختص مع هذا الحد اذا نهاية تطلع بصفر مسألة تانية لابا نعود تعود مباشر طلع صفر على صفر ناخد مثال تاني لما نعود هنا يطلع صفر على صفر ناخد الحد ده مع الحد ده وناخد ثلاثة اكس عمول مش طاق وناخد ثلاثة اكس عمول مش طاق اذا نلاحظ ده يختص مع ده ومعده اذا نوجد النهاية بالقوص ده ثلاثة اكس ناصل ثلاثة اكس ناصل ثلاثة اكس وصفر اذا النهاية موجودة ويساوي صفر الحالة التانية هي طرقة النهايات التكارية بمعنى نوجد النهاية بالنسبة للواي والاكس ويساوي صفر ان النهاية تكون غير موجودة. مثال اثبت ان النهاية غير موجودة. هزي الدالة لنوجد نهاية الدالة بالنسبة لل y الاول. اي هنعوض عن ال y صوصف يساوي نهاية ال واحد يساوي واحد. طب الناحية لو اوجدنا النهاية الاولى بالنسبة لل x. هنعوض ب x صوصف تطلع بالشكل ده. وهي كان يطلع النهاية سوناقص واحد. النهايات مختلفة اذا النهاية غير موجودة. مثال اثبت ان هذه النهاية غير موجودة. نفس الكلام هنوجد نهاية بالنسبة لل y هنعوض عن y بصوصف تطلب الآخر بكام باثنين. وهكِنه نوجد النهايات نبدأ بauto ده. نتطلع بالشكل ده. وهكِن نعوض عن y تطلع النهاية بتصوين ناقص نصف ازا النهاية غير موجودة. مثال سالس. اثبت ان هذه النهاية غير موجودة. نفس الكلام. هنوجد النهاية بالنسبة Y الاول. نعوض. تطلع بالشكل ده. وهكذا تطلع النهاية بتلت. نبدأ النهاية بالنسبة X. نطلع النهاية في الاخر 4-5 اذا النهاية غير موجودة. لانها قيم مختلفة. طريقة المسارات المختلفة لازبات اعدم وجود النهاية. ننفرض مسارين مختلفين يمران بالنقطة A والB. يعطيان قيمتين مختلفتين للنهاية لهذه الدالة. فان النهاية تكون غير موجودة. مثال اثبت ان نهاية هذه الدالة غير موجودة باستخدام المسارات المختلفة. هنفرض المسارة Y يسوي MX. ده قط مستقيم يعتمد على M اللي هي الميل. نأخذ نهاية الدالة عند النقطة صفور صف. نشوف. نعوض عن كل Y بالقيمة بتاعتها. M X تطلع النهاية في الاخر يسوي واحد نقص M تربيه على واحد M تربيه. اذا النهاية تعتمد على قيمة M. لو خدنا M يسوي واحد النهاية تطلع بواحد. لو خدنا M يسوي اثنين النهاية تطلع بناقص ثلاثة على خمسة. اذا النهاية مختلفة. نسمى النهاية غير موجودة. مثال اثبت ان هذه النهاية غير موجودة. نخد المسار Y يسوي X. خط مستقيم يسوي X. النهاية تطلع بصف. لما نخد Y يسوي X تربيه يعني معناها نعود عن كل Y بكام بالX تربيه. النهاية تطلع بنص. إذا النهاية غير موجودة. مثال اريد نسبة ان النهاية دي غير موجودة. باستخدام المسارات المختلفة. هنخدر معدلات البرامترية X يساوي Y يساوي زي يساوي كل يعتمد على T والT ينتمد على R. لما نعود تطلع النهاية بالشكل A زائد B زائد 3C. كل تربيه على A تربيه زائد B تربيه زائد C تربيه. حسب قيم A والB والC. النهاية هتكون. إذن النهاية غير موجودة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر